وسط أجواء من التفاؤل بين الأوساط الدولية والمحلية عقد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردين يوليون جلسة الحوار الليبي السياسي في الرباط بحضور وفد المؤتمر الوطني العام وفد مجلس نواب طبرق وقام ليون بعرض نص المسودة الرابعة التي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس أعلى للدولة وترتيبات بناء الثقة جولة حوار السخيرات تزامنت مع التفجيرات التي ضربت الكويت وتونس وفرنسا والتي استغلها ليون للتحذير من خطورة تواجد تنظيم الدولة في ليبيا ودعوة أطراف الحوار الليبي إلى ضرورة الحوار والوقوف في وجه تنظيم الدولة خاصة أنه يسيطر على مناطق متفرقة من ليبيا المبعوث الأممي قال إن نتائج الجولة الأخيرة لا تهم ليبيا والليبيين فقط بل كل المنطقة لما ستساهم به من تعزيز للأمن الإقليمي كما واعتبر ليون قبول المشاركين في الحوار هو أمر إيجابي يدعو للتفاؤل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف المؤتمر الوطني العام وعقب المحادثات مع ليون عبر رئيسه صالح المخزوم عن ثقته في الفرقاء الليبيين مشيرا إلى أنهم سوف يتوصلون إلى أرضية مشتركة بشأن مسودة الاتفاق النهائية وبأن وفده قام بالتصويت على كل الملاحظات التي جاءت في المسودة إلا أن عضو المؤتمر الوطني عبدالقادر حويلي أوضح أن الجولة السادسة لن تشهد إعلان حكومة وفاق وطنية مشيرا أن وفده لا يحمل أي مقترحات أسماء وبالتالي فإن العودة إلى طرابلس للتشاور أمر ضروري وقد طالب برلمان طبرق بتقليص صلاحية غرفة البرلمان الثانية المقترحة وجعل عضويتها أكثر توازنا بين الطرفين فيما طالب وفد المؤتمر الوطني بإلغاء البند المتعلق باجتماع فريق الحوار وعدم اعتبار البرلمان الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد وسط التفاؤل الأممي وحتى الليبي لا يزال الغموض يلف حول جولة الحوار السادسة بين الأطراف الليبية أمر يطرح تساؤلات حول إمكانية سبول نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية أم أن جولة الحوار هذه سيتم تتويجها بجولة حوار سابعة وثامنة أمر سنكتشفه قادم الأيام